هو بيستخدم التاريخ كسلاح ازاي ان انا احمي نفسي ان انا اعرف تاريخي وان انشر هذه المعرفة وللأمانة انا سعيد ان حاليا يعني لو حتكلم بقى من خلال احتكاكي سواء ككاتب او سواء حتى في تقديم البرامج احتكاكي بالقراء حاجة زي الندوات مثلا او اللقاءات او حتى على الموقع التواصل الاجتماعي انا سعيد وقدر يعني ان انا اقول بكل ثقة فيه اجيال اهتمامة بالتاريخ اكتر من رائع لازم ان احنا لازم نخلي بالنا منهم دول لازم ننميهم لازم لان انا لما بحضر ندوة ولقي ولد عنده 14 سنة اللي هو انا في سنه كان اخري مثلا ايه عايز او مش هكلم انا ماشي اقول ان انا كنت غيري قريبا سوريا لانما كان طبيعي سنه 14 سنة في جيلي ده ده مش كله بيهتم بالقلاء انا لقي 14 سنة وجاي بيسأل على موضوعات تاريخية دقيقة جدا اما لقي ولد دي حصلت بالصدفة ولد عنده 16 سنة قاعد انا في مكان فبيقول لي حرك استاذ وليد اه يا فندم انا قال لي عايز اسأل حضرتك على كتاب كتاب ايه ابني الكوميديا الالهية نعم اما تفاجئ بالمراحل العمرية دي كلها حتى القراء وبين المتابعين لا احنا عندنا بزرق ويسأل ده احنا دول دول نقدر نعتبرهم الجيش اللي هنحارب بيه اي محاولة لاختراقنا لان الحرب هي لم تعد حرب سلاح فقط في حرب افكار دول دول دفعتنا لقدام فبالتالي احنا طب يعني كيف نقوي هذا التوجه من خلال ان احنا اول حاجة التعليم التعليم طبعا الاعلام الثقافة الثقافة يعني واحنا بالمناسبة يعني انا في مثلا في مجال الاعلام في البدايج مثلا اللي بقدمه او بعض البرامج الثقافية اللي مهتمة بالتاريخ المصري في مراحله المختلفة دي حاجة حاجة يعني خطوة كويسة لكن عايزين كمان في الثقافة لما نلاقي مشروعات زي مثلا المركز القومي للترجمة او الهيئة المصرية العامة للكتاب اللي هي بتسهل وصول الكتاب للشاب او للناشئ لانه ده انا بأسسهه من دلوقتي عشان احمي نفسي قدام التعليم كذلك واتكلمنا عنه كل الوسائط دي مش بس كده هو احنا لازم كمان مش بس نمي فيه التلقي يعني مش لازم ان انا انا منين هو يبقى متلقي بيقرأه بس انا عايزك يعني انا لما بعمل الكتاب او بعمل حلقة بحرص في اخر الكتاب احط اسماء المراجع ساعات بتسئل انت ليه ما بتعملش توصيق اجاديمي بتكتفي بس انك تحط في الاخر المراجع بقوله ان انا عايز استفزه انا عايزه يفتح المراجع دي او يفتح حتى بعضها يقرأه حتى لو وصل لنتاجه افكار غير اللي انا وصلت له مش مشكلة بس يحرك دماغه ونفس الكلام لما بحط قائمة المراجع بعد كل الحلقة ليه لان انا عايز يبقى فيه كذا حد شغال في مجال الكتابة دي فكرة مراجعة التاريخ مهمة جدا بشكل دائم هي اشبه بالدورة الدموية يعني هي اشبه بحركة الدورة الدموية لازم دايما فيه مراجعة لان ده اللي بيخلينا نتقدم لقدام دي حاجة الحاجة التانية انا قريتي دلوقتي قريتي في مثلا احنا هو في الداخلين على فيم 23 لما اجي اقرأ التاريخ حاليا نفس الوقع ممكن اكون قريتها من عشر سنين بس اشوفها بشكل مختلف لتفكير يتغير فيه حاجات فيه معلومات بك يكون ظهرت اكتر التقدم العلمي اللي بيساعدني في في كشف غبوط بعض الحاجات يعني على سبيل المثال لما نيجي مثلا نتكلم على توتان خاامون في هذه الفترة مش معروف سبب وفاة وفيه نظريات على كذا بعدين التقدم سمح لنا ان احنا نفحص ممياء ونعرف اسباب عن وهكذا فلازم دايما نحط في دماغي مفيش حاجة اسمها لا خلاص عدا عرفت فسابت زي ما كل البشر كل الثقافات الدينية هي دايما بتعمل هي بتدور على الاله بتدور على الطريقة اللي يوصلوا بيها للاله وبيختلف اسم هذا الاله بالنسبة له لكن عمرنا ما حنلاقي دين على الأقل يعني دين سوي عمرنا مثلا ما حنلاقي دين بيأمر بالإزاء وبالظلم فيه ناس معتقدتهم كده كده تمام ولكن بالنسبة للأديان يعني ديانة مصرية القديمة لما نيجي نبحث فيها لأنها بتتميز ديانة أخلاقية على علاقة بين الإنسان والاله تقوم على علاقة بينه وبين الكائنات وبين البشر وبين الإنسان الآخر وحتى الحيوان أي وحتى النيل هو مؤهل من الأول لده باستقبال هذه الأديان بالضبط لأنه كان على دين بيقوله أنت لازم تراعي الماعت اللي هي الاستقرار والحقيقة والصدق والعدل وكل المعاني الجميلة فبالتالي هو شخص مؤهل لده فأنت في حيات الأمر لو أنصفت يعني حتى نرد عليهم أنا بحب دايما أني أرد عليهم من الموروث الإسلامي نفسه لما حد بيقول لي المصريين القدماء ده كذا ده كذا بيقوله الرسول عليه الصلاة والسلام نما سمع حكمة لقمان لما كان مرة بيعرض على بعض الناس الإسلام قال له أنا عندي برضو كلم حكمة قال له أيه قال له عندي حكمة لقمان قال له قال له كذا قال له هذا كلام حسن وكان بيثني يعني بعض الخطباء زي أكثم ابن صيفي وقص ابن ساعدة من قبل الإسلام لما كانوا بيطلعوا ويتكلموا بالحكمة كان بيثني عليهم مع أنهم كانوا على غير دينه فأنا ليه بقى برد عنهم بدا عشان أبين زيفو أنت بتجدب حتى على المرجع اللي أنت بتنسي بنفسك ليه حتى ده أنت بتجدب عليه والأديان كلها بتدعو إلا مكارم الأخلاق بأي أن كانت الطريقة يعني بالضبط إحنا كلنا بندور كل الأديان كانت بتبحث عن التواصل مع الإله والأديان أو على الأقل الأديان اللي هي نالت مكانة كبيرة في الحضارات القديمة زي ديانة مصرية القديمة مثلا كانت فعلا بتبحث عن المحتوى الأخلاقي فبالتالي لما أنت واحد المفروض أنك مؤمن بدين وبتقول أنه هو بيدعو لإتمام مكارم الأخلاق أنت ليه عمل مشكلة مع نس كانوا بيدعو لمكارم الأخلاق بالضبط إلا مكارم الأخلاق بالضبط إلا مكارم الأخلاق